هذا احد المتاجر العربية اللي اسمه لولو احنا دائما نجي نستوى قيمهم هذا بوع لان للمحل بس يعني هذا اقرب واحد عليا والحقيقة يعني اسعارهم اني اشوفها زيانة جيبي عربانا نرمين انا عندي اهم شي هو الموز اهنان الوزن بامريكا هو بالباون يعني الباون تقريبا يصير نص كيلو فهذا بسبعين سنت يعني اقل من دولار الحقيقة اني ما اعرف يعني جد رح يطلع بس رح ناخذ يعني هذا بيض وهو هذا اهم شي هذا الطبقة ما البيض بيها 24 ب6 دولارات نرمين رح تحسب على ما نعرف ال100 دولار شتجي بني هسا عدني اه نقول 7 دولار 7 ها هي الحليب ب3 دولارات و 79 سنت انا ما اجب من هذا كبير كبير سعره 5 دولارات و 49 سنت لانه يخرب عندي اضا الفترة طويلة فناخذ من هذا نرمين 3 دولارات و 99 سنت ناخذ واحدة من هاي القشطة همينا سعرها 3 دولارات و 79 سنت الاولاد يحبون الدبس و راشي سو هذا 6 دولارات و راشي همينا ب6 دولارات هذا الحلو بولاية كاليفورنيا حتى خبز اراقي همينا اكو مخبز خذت واحدة من هذا الشرك اللي بيه تمر كلش طيب الواحدة ب3 دولارات قدنا الصمون 6 ب3 دولارات 6 دولارات نرمين حتى كاهي همينا ادهم هذين الاثنين ب5 دولارات واكيد الكاهي مين وكل اذا مو ايا قيمر ناخذ من هذا نرمين المصح القيمر شوية غالي شوف سعره 8 دولارات و 57 سنت خيار بتسعة وتسعين سنت البون يعني الكيلو يطلع بدولارين الاخيار والطماطع الوزن نانا ماكو ميزان يعني تاخذ هم يوزنون هنا كيم الكاشير لا لقيت ميزان ما خلينهم الحلويات خلينيشوف هذا جيد الاخيار 2 نهاب باون يعني هذا يطلع كيلو نص نقول 4 دولارات هذين اثنين هم زي ما نسينا الطماطع تفاح 79 سنت الباون الواحد انا ما استخدم هذا الزيت العادي استخدم زيت الزيتون وكميات جدا قليلة خلي شوفوا لنا واحد ناخذة اللي هو هال 7 دولارات هذيني ب 4 دولارات و 26 سنت صدر دجاج الباون الواحد ب 4 دولار هاذ هبنا باون الواحد هذا الطرشي صدر دجاج صار ب 13 جولار و 45 سنت سجلتين نرمين 13 جولار و 45 سنت طرشي ب 3 دولارات و 70 سنت حتى ما طعمها ميناء ادم الكباب مالتهم كلش طيب ولاية كاليفورنيا مشهورة بالتمور هذا التمر سعره 6 دولارات اللي هو هذا نرمين اجافة حمص بطحينة فناخذ لنا واحد اللي هو سعره 6 دولارات 6.2.91 سعره 91 دولار خلي نشوف هسه نتحاسب وش قد رح يصير هذا الاكل كله احنا توقعنا رح يكون المبلغ 91 دولار و 58 سنت المبلغ صار كما تشوفون 92 دولار و 85 سنت انطيناها 100 دولار ورجعتنا 7 دولارات و 15 سنت وش is so good نرمين اتري تتقللكم شي انا احبكم هنا لانو اضالة حافينيس مالي اقلوب هير يعني بشة صغيرة وشة نعيش هنا وبهيها سواق عربية وعلي صديقات هنا وستانته منها حلوة بس ما بي محلات يتزوي ما بي محلات عربية وبنفس الوقت مدينة الكون هي مدينة شعبية يعني اغلب المحلات والمطاعم عربية اجينا على هذا المطعم او ايس كريم نرمين قالت اريد نشتري فيتشيلة انه وبقت عدنا 7 دولارات لازم احنا نصرف المية كليتها اليوم ها ها هذة اي ما كل من عدة بس بسانتي ما ركلت مثل ذاكة اختارينا هذا البصورة بينا عليه شكله طيب هذا الشوكولاتي صار بثمان دولارات بس هوايبي موستين لا تريقين هذا ريور مالتنا وهس نتريق الكاهي والقيمة ها بوبو ها تريد؟ ايه كاليفورنيا تعتبر من ارخص الولايات في امريكا من ناحية الاكل لماذا؟ لانه التربة مالتها صالحة للزراعة والجو همينا يساعد يعني شفتوا الجو اليوم جميل وشمس ودائما شمس يعني انه حاليا بشهر الـ 12 نهاية الـ 12 وشوفون يعني واحد يقدر يطلع اللابس من السردان او يلبس فتش خفيف يعني هذا الشته مالتنا اما بالنسبة للصيف لا الصيف شوية حار بس مو مثل دول الخليج او العراق يعني حرارة العراق لا يعني اقصى شيء توصل 41 درجة البلزون ما يخلي لنا تريغ يعني يسوينا ازعاجات فنخليه بالغرفة عندي الكمبيوتر ماتي من زمان ناوي انظفه لانه بيتراب فاجتي الفرصة المناسبة بس لازم افتح كل الكابلات مالتها وبعدين انزل جوه انظفه هذا الكيس اللي يعجبني بي انه نهائيا ميدخل اتراب او اي وصاخة داخل الكيس يعني يبقى الكيس الجوه والكرت الشاشة والمعالج كلته نظيف والحلول بي انه كل شيء سهل فتحه ما عليك بس تضغط فوق وبعدين رح يطلع لوجه الخارجي وتطلع الفلاتر شوف المراوح شون نظيفة باقية وهذا الفلتر هذا الجهاز اسمه اكس باور جدا ممتاز وانصحكم تنطفهم الكمبيوتر بي شوفه جيد قوي هيا الدرجة الضعيفة اما الاقوى نظفت المراوح بالوصلة لانه اكو بعض الاتراب ما يطلع شوية قوي نظفتهم منه كارت الشاشة صار جاهز طبعا انا بخلي له استاند مثل البلاستيكا جوه لانه هذا كارت الشاشة كلش تقيل هذا RTX 3080 Ti حتى الـ Power Supply همينا بخلي له فلتر خاص تفتحه شوف هذا الكمبيوتر لا اكثر استخدمه للمونتاج كلش قوي وهي برنامج ادوب يعني تخيلوا هذا الفيديو هو 5k وانتجه عادي طبيعي لا تصدر اي مشاكل تخيلوا حجم الفيديو 32 جيجا ويا هلم البلزون هاذا شو يطلعصات اه مهروفنو هاسا قعد اي قرقر تعرفون انه هاذا الجهاز اقوي جهاز محمول بالعالم للالعاب رهيب بشكل صار لي ثلاثة يام كلش متأذى من وراه اسناني اخر مرة بدلوا لي التقويم السيم والتقويم فداما من بعد ما يبدلونه تصير مشاكل يكون يعني بزيادة او نقص او يطخ بهاي المنطقة اللي هنانا فهالمرة كلش اداني اكثر من كل مرة داما اي اجي عليهم ثاني يوم بس صادفة ثلاثة يام يعني ويكند و اطلاي رسمية البار حتان عيد فهسا وصلت للعيادة لازم يعدلونه لانه حتى اكلي يعني صار مطبئ خلال هاي التلاثة يام الفاتت خلي اروح وارجع لكم عدله الواير بس قلي لازم تتحمل هاي المنطقة اللي وصلنا لها اخر شي على مودي اعدل الاسنان كليته فانطاني قطن وانطاني مادة داما تنتقبل استخدمها منصر ادي هيكي مشكلة مثل الجلاتين او هيكي شي تخليها داخل المنطقة عمود ما تجرحك فانشالله افضل يعني لانه حتى يعني مثل ما ذكرت اكلي يعني الفترة الاخيرة يعني موشي لانه هاي منطقة توجعيني ويا هلا بشار هلا بشار مبروك مبروك بشار كمل السيارة بس شو ضربة براغي شنو مو أوردي بدي صبغ البمبر انا على مود اشتغل اكو هاي القطعة الهنالة تكمش البمبر اي بكثورة فضايلة شوفة تضربة براغي منها ما تجي اي وعاد صبغ تروح محل براغي يعني كليته يشغل ايدك اي كله بيدك يعني كله بيدي والعاشت ايدك الفالفو غاز كيت غاز كيت الاور ام كنترول الهاب بيرنج والقطعة هاي اللي يمسك عليها البيرنج كلها اللي تركب بالدبلات اللي تركب بالدبلات الخطعة اللي تعمل تلات شعر دبلات والاور كنترول ارم وهاي كلها السيارة ماشية مية واربعة وسبعين الف ميل رح اصير مية وخمسة وسبعين ابويه داما يقول كل شيك السيارة ماتك جواهر اذا لقيت مثلا دهن من الجير او المحرك لانه لازم تعالجة اي لازم اي لان هذا بتسريب هذا اذا يظل تنقص عندك السيارة دهن اكيد لو يقوم عندك جير لو محرك اهم اشي الميت ارودريتر على مود هم ينا تحافظ عائلون مال مال وحرارة مال السيارة وما تضرب عندك اللي دول البساطن 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 السورى الآن اصدرنا للجيم لانه لازم نتمارن يله اثنة يله قوي للشوندر روح هذا صدر له شولدر لك شولدر هذا بابا عصار يلبس نظارات بالجيم يعني شوفوني انا مشهور انا مشهور وهي سعدنا كارديو اخر شي من اهم الاشياء اليومية لازم استويها اجيل الجيم متواعد مع الحلاق نذهب هو يسألون على اسعار الحلاقة بامريكا طبعا هنا حسب زيان الراس وليحية وتحديد تعتمد حسب المحل محلات يأخذون 40$ محلات يأخذون 50$ محلات يأخذون 60$ حسب المكان وصاحب المحل لا التغيير واضح عاش تيدك رفعت ممنون قلبي شوفوك متى جيت له بابا لانه37$ لانه يحتاج من عندي شغلة لانه38$ من المهم باللغة لاتفتح انضيف مدينة الكاهون وانا احلينا المشكلة ولا اونا نعم لا كنتهي الان يعني مؤقتا بس إحنا يعني حلنا المشكلة مع الفيزا كارت الأقوى السيارات اللي شفتهم بالعالم هي سيارة تيوتا كامري بالأخص هذا الموديل تخيلوا حتى العلامة مالتها واقعة والقشر مالتها واقع وباقية تشتغل السريع جاي هذا جاي كل السريع وهي الغسلة الزيانة إذا موهيش السيارة تلمع أنا ما أطلع للشغل جيت للأسواق حتى أخذ غدا اليوم للأولاد ورجعت للبيت بعد هذه الفرة الطويلة حاليا الساعة ب43 دقيقة جبت من المطأم تعال ناكل اليوم والغدا مولتنا دجاج واو أنت تحب الدجاج؟ نعم ناكل هاي موخوش شغلة نرمين إجال بالزون اشتم ارياح مع الأكل البارحة صرفنا 100 دولار وشفتوا شنو الأشياء اللي شتريني بيها اليوم رح نعوض هاي الميت دولار رح أشتغل حتى نعرف إش قدي يلزمني وقت وأطلع الميت دولار فرح تبقون وياي لحد ما أطلع 100 دولار من برنامج أوبر درايفر ونروح على برنامج أوبر إن شغلة ونقول له Go Online نخلي بعدين نجيب معطر مع السيارة استخدماني هذا Black Ice نصرر رشة خفيفة استدارة على السريع هاي نشوف ما أكو غراض أو شي كل شي تمام عندي وصلة بصف رهاية هاي يعني واني أمشي أمسح أنظف سوي وقت الانتظار أستغله إنه نظف السيارة ماتي حاليا المركبة الفضائية جاهزة للانطلاق جاني أول طلب خلينا نقبله أهمشي على كيفك ما تستأجل تأخذ المخرج المناسب بحيث يعني ما تأثر على السيارات اللي وراك سواء سيحنا على اليمين هلو فور زولدا نعم سواء سيحنا على السيارات اللي وراك كلش عطشان ما جبت ميويايا طلعت على السريع فلازم أشتري مي خلي أشوف إذا أكو أسواق أو ماركت أو أي شيء أي مكان يبيع مي هاي المدينة اسمها تشالا بيستر مدينة كلش حلوة فهنا نتأكد ماكو أحد وبعدين نعبر أوه هاي سي في اس فارمسي سي في اس فارمسي أدهم مي و أدهم و أدهم و أدهم كلش عدهم بسرد مي خلي نوقف لأنه إجاني طلاب ثاني أوكي نقبله هذا يا وديني رجعني إلى سان دياغو بس خلي أوقف على السريع هنا أجيب مي و أجيه لأنه لازم بس أهم شغلة تبلغون الكاستمر تدسوا للمساج وتقولوا لأنه أنا بعد خمس دقائق أو عشر دقائق راح أجيك لأنه ده أجيب مي أو ده أريد أروح تكرمون على سبيل المثال للحمام عادي ماكو مشكلة ينتظرون لطالما أنه أنت دزيت لرسالة بس إذا لم تدز لرسالة لا يعني راح يقول لك هل تأتي؟ أين أنت؟ أستطيع رؤيتك يبعد علي ثلاث دقائق زيان قريب لنذهب هذا القبالي اسمه ستوب ساين يعني لازم توقف كامل أكو بيهم يعني ما يوقفون لا يكملون قبل هو يمشى على كيفه وهذا غلط لازم توقف يعني لازم السيارة توقف حتى له الشارع فارغ يعني إذا أنت جيت على كيفهك وكملت هذا غلط الشرطي راح يوقفك إذا قدامك شرطي راح يوقفك يقول لك جايت سويت ليش ما وقفت مرحبا 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 كيف مرحبا كيف مرحبا 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 أخبر الانتظارين أخبر الانتظارين شوف هاي الشرطية موقفة الشارع كليته موقفتني هاني شوف دولة جوة اليوم وسط المدينة كلش ازدحام ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ نحن 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 منودومي انت تتتتركين ماذا تفعل سنصل غلقت�니다 هاي شارك هل يمكنك أن تذهب إلى هنا هل يمكنك أن تذهب إلى هنا هل يمكن أن تذهب إلى هنا مرحبا أفو أزاك نعم لم تتأخذ الأصواء طالب كل شيء جميل من نفس المكان الذي أنا وقف بي هياهتهم هنا مرحبا أسفلت ما حدث منيعت الدنيا نهار كنت أرى هذه المنطقة منطقة الأفرياء أرى هذه المنطقة الأفرياء أخبرتهم هنا من أفخم البيوت ليس فقط في سان دي اغو وكالفورنيا كلها هذه المنطقة جدا راقية هذه المنطقة المنطقة مالتها تصل هذه المنطقة التي قدامكم إلى 20-25 مليون دولار مرحبا أفخار كنت أخبرتني في المنطقة مرحبا أفخار مرحبا أفخار مرحبا أفخار و تعلم أنه ستكون مضيئة في مرحبا أعرف أن الصعود يزال كيف تفعل ذلك؟ أفخار جيدا جيدا كيف حالك؟ كيف تفعل ذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ أعتقد أنه ستكون مرحبا أفخار هنا؟ زائد 100 دولار آني أمطلع من الرحلات الباقية فصار المبلغ كليته مئة وسبعين دولار خلال 6 ساعات إن شاء الله أعجبكم الفيديو أكيد لا تنسونا اللايك والاشتراك وأشوفكم في فيديو ثاني مع السلامة ترجمة نانسي قنقر